دليل التنصير المؤلف ربا دهود مجيد قعوار جميع الحقوق لهذا الكتاب محفوظة يرجى عدم الاقتباس أو النشر أو التصوير أو وضع أي معلومات من هذا الكتاب على الشبكة العنكبوتية إلا بإذن شخصي من المؤلف الفصل الخامس التبشير في أمريكا الشمالية الجزء الثاني استهداف المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية إن نسبة المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية تتروح ما بين 2 إلى 4% ومع ذلك هناك من يعتقد أن هذه الفئة الصغيرة جدا ستحكم العالم في الوقت القريب وما هذا إلا تهويل ومبالغة في الإعلام الذي يشوه الإسلام والمسلمين ولكن الصحيح أن الإسلام هو أسرع الديانات انتشارا على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية وهناك مؤسسات مسيحية أو غير مسيحية تعمل جاهدة لإيقاف هذا التسارع عن طريق التبشير أو تخويف الناس من الإسلام بقذف الشبهات والإفتراءات والمسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية إما مهاجرين عاديين أو مهاجرين لاجئين تتكفل بهم الحكومة الأمريكية بشكل مؤقت أو طلاب جامعات أو النسبة الأقل وهم المسلمون من الجيل الثاني أي المولودين في الولايات المتحدة والمتحولين إلى الإسلام أي المهتدين ويعمل المبشرون بشكل عام على فئة المسلمين كغيرهم من الفئات لتبشيرهم وإدخالهم المسيحية وعادة ما تكون في إحدى الثلاث الفئات الرئيسية أولا اللاجئون ثانيا الطلب المغتربون وثالثا الإعلام أولا اللاجئون توفر الولايات المتحدة الأمريكية ملجأا للأشخاص الذين تعرضوا للطهاد سببه إما ديني أو عرقي أو سياسي إلى آخره من خلال برنامجين أساسيين وهما اللاجئين الأشخاص من خارج الولايات المتحدة الأمريكية والآخر للاجئين السياسيين الأشخاص داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي خلال عام 2011 للميلاد تم استقبال 56384 معظمهم من بورما وبوتان والعراق يتواجد معظم هؤلاء اللاجئين في ولايات عدة منها تكساس وكاليفورنيا وهذه الولايات نشطة جدا في التبشير وخاصة المتواجدة في مناطق الجنوب والمعلوم أن أكثرية اللاجئين من خلفيات إسلامية والجدير بالذكر أن النسبة الأكبر من هؤلاء اللاجئين من الأعمار تحت السن القانوني وعازبين وهذا يعطي فرصة أكبر لهم للوقوع في شباك التبشير لأن لديهم قابلية أكثر في التأثير والتغيير فمعظم المهاجرين من أرض المعركة أو الفقر قد خرجوا من صدمة أو أزمة نفسية ويحتاجون إلى الرعاية والاهتمام وهناك من المبشرين من يستقبل هؤلاء اللاجئين في المطار لتكون وجوه المبشرين البشوشة أولى وجوه يرونها وينبهر بأسلوبهم الراقي في المعاملة فينقلونهم إلى بيوتهم الجديدة ويساعدونهم في إنهاء أوراقهم الرسمية والحصول على الجرين كارد ونقلهم إلى المحلات التجارية لشراء حاجاتهم كما يوفرون لهم دورات خاصة لتعلم اللغة الإنجليزية وبرامج ترفيهية للأطفال لتعليمهم الفنون الجميلة والموسيقى والألعاب الرياضية وغيرها من النشاطات وتكون معظمها إما في المركز السكني أو في الكنيسة الإنجيلية القريبة ومعظم هؤلاء اللاجئين مسلمين بالاسم ولربما أن لديهم فكرة سيئة عن الإسلام لما شهدوه في الحرب من عنف وظلم مما جعلهم يتساءلون عن سبب سماح الله لحدوث هذه الإبتلاءات لهم لذلك يجد المبشرون اللاجئين فريسة سهلة للتبشير فالمعاملة الحسنة تلينهم وتحول اتجاههم الديني إلى إعجاب بدين هؤلاء المبشرين المتحمسين البشوشين ذو القلب الدافئ الحنون وذو الآذان الصاغية وبالتالي قد يشجع هذا الأمر اللاجئ للتحول إلى المسيحية وقبول رسالة الخلاص لماذا يتزايد عدد اللاجئين؟ إن تأثير الحرب غالبا ما يكون شديد جدا ويضطر اللاجئون للفرار من ديارهم بسبب الخوف أو التعرض للإضطهاد فهم ضحايا الحروب والقمع السياسي فمثلا حرب فيتنام عام 1950 حتى 1975 أدت إلى تشريد أكثر من 7.5 مليون نسمة وشرد ما يقرب من نصف المواطنين 3 ملايين ليبيريا بسبب الحرب الأهلية التي بدأت في أواخر عام 1989 وكان من اللاجئين أكثر من 1 مليون شخص من البوسنة والهرسك وكرواتيا ويوغاسلافيا وطالبوا لجوء عام 1999 وحده حاليا هناك ما يقدر بأربع مليون لاجئ من أفغانستان وحدها وأكثر من 3 ملايين لاجئ من سوريا وغيرها من الدول الأخرى ماذا يحدث للاجئين؟ عندما يعبر اللاجئون الحدود إلى بلد مجاور عادة ما يعيش في مخيمات تديرها الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويجب مثول سكان المخيم تحت مقابلات عدة لتحديد ما إذا كانوا لاجئين وفقا للتعريف الرسمي وقد يستمر الانتظار في مخيم اللاجئين لعدة أشهر أو حتى سنوات الحياة هناك قاسية جدا وخطيرة وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال ودائما ما تكون هذه المخيمات مكتظة فالنساء هناك يتنازعون لأتفه الأسباب وأحيانا لا يوجد هناك إمدادات كافية من المياه تفتقر المخيمات أيضا إلى المدارس للأطفال وفرص العمل للبالغين ويرغب اللاجئون للعودة إلى بيوتهم ولكن هذا مستحيل أولئك الذين يعودون بعد انتظار طويل ومرير غالبا ما يجدون الدمار الشامل وهذا حدث لألاف اللاجئين من كوزوفو المقيمين على الحدود أما في تايلند فقد أعيدوا إلى وطن مدمر من الحرب يندمج بعض اللاجئين في البلد الأول الذين يستقرون فيه وللأسف كثير من هذه البلدان فقيرة الموارد أصلا وكثير من البلدان الصناعية لا تلائم اللاجئين وتحاول إبعادهم أقل من 1% من اللاجئين الذين يختارون إعادة التوطين في بلد ثالث وإعادة التوطين هو العمل الأساسي لوكالات إعادة التوطين وخدمات الأسرة مثل المؤسسة اللوثرية في ولاية كولورادو كيف يصل اللاجئون الولايات المتحدة؟ يتعين على اللاجئين الذين يرغبون في القدوم إلى الولايات المتحدة تسجيل أنفسهم في السفارة الأمريكية أو السفارة الممثلة في مخيم اللاجئين ثم يتم مقابلتهم لتحديد أهليتهم وفي كل عام يتشاور الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع الكونغرس ويحدد عدد اللاجئين الذي يمكن استقبالهم لإعادة التوطين في الولايات المتحدة ويتم التقسيم بشكل إقليمي إفريقيا وشرق آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى وشرق آسيا بالإضافة إلى الاتحاد السوفيتي سابقا وتقسم مسؤولية اللاجئين الذي تمت الموافقة على قبولهم في الولايات المتحدة بين وكالات إعادة التوطين الوطنية في اجتماعات أسبوعية إعادة التوطين الوسيلة الرئيسية لإعادة التوطين اللاجئين في الولايات المتحدة هي من خلال خدمة المؤسسات التنصرية أو الطوائف الكنسية هذا ينطوي على شراكة بين الكنيسة وخدمات المجتمع المحلي ومسؤوليتها التركيز على توفير الوسائل اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لدى اللاجئين وعموما من المتوقع دفع إيجار بيوتهم الجديدة التي يقطنون فيها لمدة أربعة أشهر حتى يتمكنوا من إيجاد عمل بأسرع وقت ممكن وتوفر الكنائس السكن والنقل والمساعدة في التوجيه الثقافي وتعليم اللغة الإنجليزية للاجئين الجدد في فترة لا تقل عن ستة أشهر شراكة القطاعين العام والخاص هيكل برنامج إعادة توطين اللاجئين الأمريكي هو عبارة عن شراكة بين الحكومة والمؤسسات الخاصة المؤهلة والعديد من هذه المؤسسات الخاصة دينية بما في ذلك الخدمات الكنسية العالمية Church World Service والمؤسسة التبشيرية الأسقفية Episcopal Migration Ministries والتبرعات الكاثوليكية Catholic Charities وخدمات اللاجئين Refugee Services ومؤسسة الهجرة اللوثرية Lutheran Immigration وغيرها من المؤسسات وحتى يتم التمويل الحكومي يتحتم على المؤسسات العاملة في إعادة توطين اللاجئين أن تكون لديها سياسة عدم التبشير حتى تضمن حماية الحرية الدينية للوافدين الجدد ففي كثير من الحالات يأتي اللاجئون إلى الولايات المتحدة بسبب الاضطهاد الديني في وطنهم وهناك العديد من الكنائس التي تلتزم بشكل وثيق بهذه السياسة بحيث أنه قد تكون هناك عائلة لاجئة محاطة بالكنائس ولم تسمع عن المسيحية قط وهذا لا يعني أنه لا يمكن للمؤسسات التبشيرية دعوة الناس إلى الكنيسة وإنما لا يمكن استخدام طريقة الدعوة الكنسية أي التبشيرية المباشرة وإنما تكون بطريقة عملية فلا يمكن الصلاة في الأماكن العامة أمام الوافدين الجدد وإنما أولويات المؤسسات التبشيرية الحب والرعاية كيف يمكن الكنيسة المشاركة في تبشير اللاجئين؟ يقول فيل غازلي مدير الوكالات اللوثارية لتوطين اللاجئين في الولايات المتحدة هناك خمس طرق يمكن أن تساعد الكنيسة في استقبال اللاجئين في مجتمعهم كعمل من أعمال العبادة أولا مشاركة الكنيسة في خدمة عائلة لاجئة من خلال مؤسسة متخصصة باللاجئين ثانيا جعل مساعدة اللاجئين من أولويات كل بيت مسيحي تبشيري وإنشاء ما يشبه المؤسسة الصغيرة لهذا الغرض داخل البيت بحيث يكون لديها المرونة اللازمة للرعاية والمساعدة المالية أو العمل مع التجمعات المجاورة لمساعدة الأسرة ثالثا مشاركة الطائفة في إعادة توطين اللاجئين من خلال إنشاء وكالة داخل الطائفة نفسها فالعديد من الطائف لديها إدارات متصلة بالوكالات الخاصة الوطنية رابعا التطوع والتبرع بالأثاث المنزلي والبضائع لإعادة توطين اللاجئين وخامسا دعوة الناس إلى التمويل وإرسال رسائل لدعم برنامج إعادة التوطين الأمريكي إلى الرئيس وعضاء الكونغرس ترجمة نانسي قنقر